استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمكتب سموه بقصر الوادي رئيس الاتحاد البحريني للدرجات الهوائية سعادة الشيخ خالد بن حمد الخليفة ورئيس الاتحاد البحريني للريشة الطائرة والسكواش سعادة الدكتورة سوسا الحاجي تقوي ورئيس الاتحاد البحريني لترايثلون سعادة السيد عبد الله عبد الرحيم عبد السلام وقد حضر اللقاء سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس التنفيذ للهيئة العامة للرياضة سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر يأتي استقبال سموه لرؤساء الاتحادات الرياضية في إطار اهتمام سموه بدعم ومساندة الاتحادات ودفعها لتنفيذ الخطط والبرامج للارتقاء بمستوى الألعاب والرياضيين على الشكل الذي يتوافق مع سياسات الهيئة العامة للرياضة لتحقيق المزيد من الإنجازات في القطاع الرياضي بالمملكة قد أشاد سموه بالجهود الكبيرة التي تبذلها الاتحادات لتطوير وارتقاء هذه الألحاب بما يخدم طموحات منتسبيها للوصول بها لمستويات متقدمة تدفعها لتحقيق نتائج متميزة للرياضة البحرينية وطلع سموه على الخطط والبرامج التي ستنفذها الاتحادات ومشددا على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز القاعدة في هذه الألعاب مؤكدا استمرار الدعم لتشكيل فرق رياضية من مختلف الأعمار والدفع بها نحو تحقيق مزيد من النجاحات من جانبهم عبر رؤساء الاتحادات عن تقديرهم البالغ لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة ومؤكدين أن الجهود المميزة التي يبدلها سموه سيكون لها الأثر الإيجابي لتحقيق نهضة في المنظومة الرياضية ومؤكدين مواصلة الجهود بما يتوافق مع سياسات الهيئة العامة للرياضة برئاسة سموه لتطوير النظام الرياضي بما يخدم حاضرة ومستقبل الحركة الرياضية